اشتركوا في القناة نحن على المدى المستقبل هذا هو الوضع والمؤساء التي ترغب فيها يكون الوضع اسمنا ابل الحسنين كتبه عاما الفتيات الملهمات في المغرب الهدف من جمعيات اننا نربطه بعد الفتيات الفتيات المحلسين ما بين عشر سنين وستاش العام نربطهم مع سيدات التي نجحوها في بعض الميادين الميادين عامة ولكن حتى ميادين مختصة التي نقولون ان هذه الميادين من الرجال غيزارفة اوزم نحن اللي بغينا نلهمو هذه الفتيات لكي حتى هما يقولون ان كل شيء ممكن وانهم يمكنهم يمارسوا اي مهنة في حياتهم كنلاقيهم كنلاقيهم وذلك البنيتات كيمكنهم يطرحوا الاسئلة وذلك النتيجة اللي خصنا نخرج بها من هذه اللقاءات ان ذلك البنيتات تخرج كتقول يمكن ندير شي حاجة كيولي عندها هدف وكتولي عندها واحد الحلم وكتقول ان هذا الحلم يمكنها يمكنها توصل لي اول اكسون دينا درناها في حد براشوا واحد تقريبا واحد ساعة بعيدة على الرباط درناها في حد براشوا اللي جمعنا واحد العدد ديال الفتيات تماما سنين عمك مختلفة كانوا صغار حتى الديك تمتاشلا حتى موالين الباك كان هادوك البنيتات ديك 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 لحما بشكل پرمكولتور ديك جا واعين نعم يديرو شي حاجة باش ديك لحما بشكل ودفرات وأمم بشركون پرمكولتور ممكنتهم انهم يحقوا بعد تمانيات ديالهم ديك هادوك البنيتات ديك وقالت تحديد مجالة لأنهم يريدون شيئاً إذن منذ شئناً ذاك المنهات بنا كنا نتحدثون لهم على شئ ما يمكنهم يدرون وكل أحدهم اللي غول مودال كانت تبشت معنا بوشرة بايبانو اللي هي متسلقة الجبال أول مغربية وأول عربية في العالم لتسلقة سبعة جبال اللي مشات معنا جثتون وشئتر معهم وتفسر لهم أنها تفسرات لهم ذاك البخور ديالها قتلهم حتى آذارا مني كنت كان قولوا ما غدين نتسلقة الجبال وقالت لك بالعزيمة ديالها وبالحلم ديالها قلت هي كان حلم عندها مبقات حتى وصلت وتسلقت ذاك سبعة جبال إذن البنيتات في الخر وقالت لك حتى نبط نولي متسلقة الجبال اللي كانوا قريباً للباك حتى ما عندهم طموح يبغدتوا لطبيبة ومحامية كل واحدة خرجت بواحد طموح ومبعد جانا خبارهم أن هذوك اللي داروا كانوا شوحدين اللي كانوا قاعد يدوزوا الباك تقيدوا في الأغرونومي علاش محيد شافوا أنهم عندهم واحد لإمباكت بوزيتف على الانفيرون من ديالهم دون قالوا غدين كملو في هاد الوجهة بحال هذه هاد البنيتات تراماجين واحد المليو رغال اللي فغمون القرايا والبنات كي حبسوا بكري كي خرجوا بكري باش يوصلوا لهذا الشي معنتها أنهم شافوا هاد الموديل أوتور دو و باش نقولكم أن الإلهام حاجة مهمة وحنا كتجناها طبيعية حنا اللي مثلا هنا في المدن وعنا والدينا قارين كتجناها حاجة طبيعية أننا نقولوا أبغدنوا لي محامي بغدنوا لي طبيب لأننا كنشوفوهم معنا ولكن كنش بعد الريجون اللي مكينش هاد الموديل لنحنا الهدف هو أننا نمشوف هاد المليو رغو نربطو به هاد الموديل ولكن حتى مش غير الليبنات ديال المليو رغو حتى الليبنات ديال المدن كل شي كل شي معني لأننا عنا في المجتمع ديالنا بعض الكريانس الميتانت كنقولوا أن مثلا شي حاجة غير ديال الرجال مش ديال البنات ولكن نقولوا لا بنت مني توصل خسافي خساد جوج ومخساش تقرأ بزاف ولا مخساش هاد الكريانس ركن نجبروهم في جميع المجتمعات وجميع المستويات التقافية واجتماعية وحنا اللي بغينا بغينا نقولوا لا راي مكلك هاد شي ممكن يمكلك توصل إلا كان عندك شي حلم خس كغير تقي فيه وتبعيه وباش توصليلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر